كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يهدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رؤية جديدة الرائية تقول رأيت قبل أحداث سورية رؤية بعد صلاة الصبح كنت أطلع على جبل حتى وصلت إلى الربع الأخير من الجبل بدأت السماء تمطر مطر غزير احترت أين أذهب وإذ ببيت على سفح الجبل عبارة عن غرفة كبيرة لها واجهة بلورية كبيرة يوجد كرسي وطاولة عليها قرآن وأنا واقف أنظر من خلفها حتى هدأ المطر وبدأ الجمر المشتعر يتساقط من السماء بغزارة وإذ برجل يهبط من السماء طويل القامة معه مكنسة كبيرة لها عصى طويلة وبدأ يكنس الجمر على طرفي الجبل نحو الوادي ويقول يا الله بصوت قوي مرة يقول يا الله على اليهود ومرة يقول يا الله على النصارى حتى انتهى فجلست على الكرسي وحملت القرآن وقبلته وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله على ما أقول شهيد تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية تتكلم عن أحداث قادمة مستقبلية فقول الرائية أنها صعدت جبل حتى وصلت إلى الربع الأخير من الجبل هي إشارة إلى أننا في المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الجبري وكما تعلمون بعد الحكم الجبري يظهر المهدي مباشرة والبيت الذي على سفح الجبل وبه كرسي وطاولة وقرآن هو إشارة إلى نظام الحكم الجديد المنتظر الذي يحكم بالقرآن خلافه على منهاج النبوة بقيادة الإمام المهدي الكرسي والقرآن والطاولة محفوظ في شكل بلوري معنى أنه منتظر كأنه يحتفظ به في مكان ما وبعد ذلك تظهر الخلافة في الوقت الذي قدره وحدده الله والجمر المشتعر الذي يتساقط من السماء بغزارة كبيرة هو عبارة عن الفتن التي تسبق ظهور الإمام المهدي والرجل الذي معه مكنسة كبيرة يكنس الجمر على طرفي الجبل يهيئ نظام الحكم تهيئة نظام الحكم الإمام المهدي يهيئ له نظام الحكم عن طريق إزالة الرواسب التي عانى منها المسلمين كثيرا من ضراء نظام الحكم الجبري ويقول يا الله مر على اليهود معناها انتصارات المسلمين على اليهود ومر على النصارى انتصارات المسلمين على النصارى في آخر الزمان بقيادة الإمام المهدي والعلم عند الله وحده وهذه رؤيا أخرى والرائية من قطر تقول رأيت قبل سنتين أن زلزال مرعب هز أبراج الدوحة وكنت وراها وهي تتساقط وقبل الزلزال بدقائق كان صوت المؤذن ينادي الأهالي ويحذرهم من قدوم الزلزال حتى وقع ثم حلمت من فترة قريبة طائرات وسواريخ تضرب قطر في الظلام الدامس ونحن مختبئين في المنزل ونخشى وقوع ساروخ على منزلنا تأويل هذه الرؤية لعل ما رأته الرائية منذ سنتين أن أبراج الدوحة تهتز حدث بالفعل في قطر وهو إشارة إلى الحصار الذي حدث من الدول العربية لدولة قطر والاضطرابات والتوترات الكبيرة التي حدثت في دولة قطر بينها وبين الدول العربية والجميع يعلم هذه التفاصيل أما قول الرائية أنها من فترة قريبة حلمت أو رأت طائرات سواريخ تضرب قطر في الظلام الدامس والناس تختبئ في المنازل ونخشى وقوع ساروخ على منزلنا هي إشارة كما قلنا في حلقة الأمس عن دولة الكويت هي إشارة إلى خطورة اتخاذ قواعد عسكرية للدول الأوروبية وأمريكا في دول الخليج وعلى رأسها دولة قطر أي حرب ستقوم ما بين الدول القبرى أول من يؤذى وأول من ينال من ويلات هذه الحرب هي الدول التي على أرضها القواعد العسكرية فهذه الرؤية إشارة لهذا الأمر والعلم عند الله وحده وهذه رؤية أخرى تقول الرائية ابنتي عمرها 24 سنة ورأت أن السماء قسمين قسم من السماء فيه مطر ونحن تحت المطر والقسم الثاني سماء سوداء كأنها مثل النار دوائر ونحن وعائلتنا تحت السماء التي فيها المطر والله على ما نقول شيء تأويل هذه الرؤية بداية السماء التي ينزل فيها المطر هي علامة خير ولكن ليس الأمر كما نظن فإن انقسام السماء إلى قسمين يحتاج إلى تأويل أعمق من ذلك فانقسام السماء إلى قسمين هو إشارة واضحة لانقسام الناس في آخر الزمان إلى معسكرين معسكر إيمان ومعسكر نفاق وأيضا هو إشارة إلى أن العقوبات الربانية والآيات الكونية تقسم إلى قسمين سماء فيها أمطار أي محفوظة من العقوبات وسماء سوداء ينزل منها نار وهي الأماكن التي يصخر جنود الله سبحانه وتعالى لعقوبة هؤلاء والعلم عند الله وحده وهذه رؤية أخرى تقول الرائية ابني عمره 12 سنة اسمه مهند رأى أنه في مصر وزميل بجواره يقول له انظر فإذ بابني ينظر إلى السماء فإذا هي مليئة بالنجوم وسط السماء كوكب غير مضيء ملفوف على هذا الكوكب فرع نور صغير مضيء كالذي يعلقونه في زينة رمضان ومكتوب على الكوكب 22 ابني مصري يعيش في مكة تأويل هذه الرؤية حدث كبير سيحدث عام 2022 ربما يكون هذا الحدث هو ظهور الإمام المهدي ونقول ربما لأن التوقيت دائما علمها عند الله وهذه اكتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته